من المنتظر أن يحدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان مواعيد الاستشارات النيابية التي سيجريها لتكليف رئيسا جديدا للحكومة بعد اعتذار سعد الحريري ومن المتوقع أن تعاود الأكثرية اختيار الحريري لتأليف الحكومة بعد اعتذاره عن عدم تشكيلها بسبب رفض المعارضة لها في هذه الأثناء عرض رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم الثاني استضافة مؤتمر جديد للأطراف اللبنانية للتغلب على الخلافات التي تعترض تشكيل حكومة لبنانية جديدة عادت الأمور إلى نقطة الصفر بعد تقديم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة وذلك اثر رفض المعارضة ما قدمه لها قرار الاعتذار شكل نهاية لثلاثة وسبعين يوما من المشاورات والاتصالات السياسية التي أدت إلى اتفاق على صيغة الحكومة لجهة الأوزان والأحجام لكنها تفجرت بفعل الخلاف على توزيع الحقائب واختيار الأسماء أعلن لجميع اللبنانيين أنني تقدمت هذا اليوم من فخامة الرئيس باعتذار عن تشكيل الحكومة متمنيا أن يصب هذا القرار في مصلحة لبنان أما المعارضة فتحمل الحريري المسؤولية عن اعتذاره عبر رفضه التعديلات التي اقترحتها على تشكيلته الحكومية ومنها تنازلها عن المطالبة بوزارة الداخلية مقابل التمسك بوزارة الاتصالات على أن يتولى الحقيبة وزيرها الحالي جبران باسيل القياد في التيار الوطني الحر سبب الفشل لن نحن تيار الوطن الحر ولا تكتل التغيير والإصلاح ولا المعارضة الفشل منه هو فيه لمن تركبت التشكيلة كان سبب الفشل هو فيه نحن عرضنا عليه عدة أمور ما حب يستجيب وللخروج من الأزمة فإن الدستور اللبناني يوجب على رئيس الجمهورية الدعوة مجددا إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ونعتقد أنه خلال اليومين المقبلين سيستعمى رئيس الجمهورية صلاحياته وفق المدى الثالث والخمسين وبذلك سيدعو إلى استشارات نيابية ملزمة وستتوجه الكتل إلى القصر الجمهوري وتسمي رئيس الحكومة المكلف وتقول أوساط قوى الأكثرية النيابية إنها ستعيد تسمية سعد الحرير لتشكيل الحكومة لكن على أسس جديدة تعيد النظر في طبيعة التوازنات داخل الحكومة وهو أمر تحذر منه المعارضة ويتوقع كثيرون أن تعود الحرارة إلى الاتصالات الإقليمية وخاصة بين سوريا والسعودية وذلك حتى لا تعود الأمور إلى المربع الأول من النزاع السياسي الحاد بين المعارضة وقوى الأكثرية النيابية محمد نون بي بي سي بيروت قال الموفد الأمريكي